غاب عامل البلدية وشحة أماكن الطمر الصحي فتكدست النفايات لتصبح تهديدا حقيقيا على البيئة وصحة المواطن فضلا عن مظهرها المقزز عند معظم مداخل مدن محافظة صلاح الدين المختصون في الشأن البيئي والمواطنون عبروا عن استياءهم من استمرار تكدس النفايات دون إيجاد حل لرفعها وجعلها في أماكن خاصة بطمرها بشرفك هو هذا مدخل مال مدينة أغلب مدن صلاح الدين هي نفس الحالة الروح على البلدية يقولون أنه ماكو مكان للطمر وين الفلوس وين الملائن وين دات النهدير أغلب مدن صلاح الدين هي نفس الحالة حسبي الله ونعم الوكيل عليهم يظهر تأثيرها البيئي وتسبب أضرار صحية يؤدي إلى ظهور القوارض والحشرات منما تسبب انتشار الأمراض بدورنا كبيئة نقلل لضرر الصحي والبيئي برفع هذه النفايات وطمرها في الأماكن المخصصة لها بلدية محافظة صلاح الدين وبسبب عدم صرف رواتب موظفيها وقلة الآليات وعدم تخصيص أماكن طمر خاصة لا تستطيع الاستمرار في إنجاز عملها كما يؤكد مدير بلديات صلاح الدين معاولة على الحلول القادمة التي قدمت كمقترحات إلى حكومة صلاح الدين المحلية هذا الموضوع السبب الرئيسي إليه هو قلة التخصيصات المالية للعمال الواردة من الحكومة المركزية مع قلة الآليات التي تمتلكها بلدياتنا ضمن المحافظة إضافة إلى عدم توفر المواقع الكافية كمواقع طمر صحي نعمل إحنا مع السيدة المحافظة على حلها ودرجنا عدة مشاريع ضمن هذه الموازنة وإن شاء الله تنحن الموضوع قريبا جدا لا أماكن طمرا صحي ولا كادر بلدية يعمل على رفعها ليظل تكدس النفايات يشكل تهديدا حقيقيا على البيئة وصحة المواطن من صلاح الدين فراس الحسني أتغير تحميل ترجمة نانسي قيل اشتركوا في القناة